ثمن نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار الجهود التي بذلتها هيئة الدواء المصرية منذ شهر يوليو الماضي وحتى الآن لتوفير كل الأصناف الدوائية من مختلف المجموعات العلاجية وعلى رأسها المضادات الحيوية وأدوية الضغط وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار متابعة وزير الصحة لمؤشرات توفر الأدوية بالسوق المحلي عن كثب منذ بداية الأزمة ومعربا عن شكره للجهود المبدولة في توفير الأدوية ومخزون كافي منها وكذلك المواد الخام اللازمة لتصنيع جميع المضادات الحيوية وأدوية علاج الضغط بكل المصانع المحلية